موسيقى 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 على مسؤولية نادي الفريقي في التفويت لأيمن البلبولي من تجاه النجم الرياضي السحلي كرة وإلى أغايلان الشعلالي في الاستقبال التمر بالكرة وإمكانية الياس الجلاسي هذا هو الوافد الجديد من فريق المنعب التونسي الياسي عدى الياس المتعدى الجلاسي وأول انذار مشاهدين الكلام منذ بداية المباراة أول انذار في المباراة بعد فلتة كبيرة من جلاسي هذا هو أمامنا التدخل الأخير من محمد أميل بن أمر انذار الياس الجلاسي القنبلة الكروية الجديدة في سماء الكرة التونسية فنيات عالية لعب موهوب بكل المواصفات لعب سيسعد كل القلوب للترجي بعد أن أسعد جماير البقلاوة ماروين تيش في مراقبة سريما لمحمد علي الياحقوبة إيريك أرنو أوتو أمامنا يهدأ الأعصاب في مباراة بأصعب الأوقات نتبع الكرة حمدالي أمين النفذي كرة صالة للزياد بغتاس تعود للترجي الياس جلاسي لعب المنتخب الولنبي اللي كان قام في موسم كبير جداً على مستوى الأداء مع الملعب التونسي واليوم في التشكيلة الأساسية للترجي يعدي الكرة فرانك كوم إلى عمر الجمل حمد أمين بن أمر علي البريقي يخسر الكرة بسرعة كبيرة غيراً الشعلالي يدوك أنا يجيري يتخدم ساميوري دوك يتبع فيه حمدال نقاس يعطي كرة لفرانك كوم اللي يعود للدفاع ويعطي فرصة أخرى لننشوة السحلة للمرور إلى الهجوم خليل بانكوراء يعدي والحكم يأتي مخالفة مباراة واعدة تدخلية بلنباركي بدون رحمة هذه المباراة حسابات كبيرة بين المدربين جوزي أنيغو للدرجي وفوزي البنزارتي للنجمري هذه السحلة فرانك كوم أحد أفضل الأجانب اللي يمروا على الكرة التونسية استقرار على مستوى الأداء منذ سنوات حمدين أكاس بكرة ويلة بالتجاه عليه البريقي يدفوق عليه محمد أمين النفزي ترجع للبريقي مرة أخرى لكن النفزي في الاستلام حسين الرائد لياس شلاسي مخالفة أخرى هذه المرة فضت حمزة الأحمر مواهب الكرة التونسية حمزة الأحمر وفايسل وطبعا لياس شلاسي حسين الرائد التراجي متنبئة التحدي في هذه المباراة والنجمة الرياضي الساحلي يملك فريق أكبر المواعد حاليا في الكرة الأفريقية بيعامل الاستقرار على مستوى المدرسة التدريبية لفوز البنزارتي وكذلك على مستوى تدائما رصيد البشري للنجمة الساحلية ترجع الكرة من جديد اللي يعقوبي لأياب المباركي الجوم بكاسي المباركي كرة طويلة على طول لأمين النفزي لكن التماث تماث للنجمة الرياضي الساحلي محمد أمين النفزي القادم من النادي الرياضي لعمم نلف اليوم في التشكيل الأساسية بعد الاستغراء عن خدمات سامح الدربالي اللي كان المدافع الأساسي للتراجي 11 لعب من تشكيل التراجي سألوا الرحيل وغادروا العربي شابر سامح الدربالي محمد علي بن منصور حسام الدراجي الشاتلي غراب خالد الغرسلوي حسين الحرباوي والثلاثي الأجنبي يانيك نيانج أريسون أفول وماكنو كروز مع إمكانية مغادرة حسام المجاوي في الأيام القليلة القادمة القادمون من التراجي خليل شمان بعقد بعمين شاكر الرقاعي عقده ثلاث سنوات حسن ربيع عقده بثلاث سنوات ليس جلاسي ثلاث سنوات بيرنار بالبو عقد بخمس سنوات كينغ سلاي سوكاري عقد بثلاث سنوات يساكاديارا المالي عقده أربع سنوات أدمر جايبي من النادي البنزارتي عقد بأربع سنوات علي المشاني عقد بأربع سنوات والممذي الأخير فخر الدين بن يوسف بعقد يمتد على ثلاث سنوات كورا للتراشي علي المشاني بكورت وعناتور لليسار يابل مباركي الثلاثي كان ينتمين للنادي رياضي البنزارتي ساميوال إيدوك غيلان الشعلاء اللي كورا ممتازة لليسار يعد يوزع لكنوائر البلبولي على الخط النيائي للمرمى يرشع محمد أمين بن عمر المنظر الوحيد في هذه المباراة منظر بداية ممتاز بالمراوغة ساميوال إيدوك أن يجير يقوم بالمخالفة على محمد أمين بن عمر مباراة مشتعلة منذ البداية فيها الكثير من الشرارة ننتظر بكل تأكيد المتعة والجمالية في الأدع أجواء جماهيرية كالعادة لجماهير التراشي بثلاثين ألف متفرج في هذه السائر الرمضانية لمس الكورا من دياغو عكوستا بليس جلاسي يحدي يمر بسهولة كبيرة إيداك عندنا يجير بالاستقبال على يساره لمباركي لكن يخسرها الكورا ترجع للنجمة للسحر أمين بن عمر فرانك أبرز غيابات النجمة للسحر يبقى يوصف لموهبي وكذلك غياب لبغتاد منجح بداية الانظار الثاني وعلى المخالبة ضد فرانكو الكاميروني بالابتسامة والتراشي اليوم يريد أكبر علامة يهيب المباركي في حوارهم على خليل بانجورا هذا هو الكلاسيكو الرهيب للكورة التونسية التراشي والنجمة للأجوال الأفريقية كورة ممتازة النفسي يوصف المخالفة لزياد بغتاس اردماء رشيقة من قلب الدماء زياد بغتاس أسرع وأمهر منه الجويني في هذه اللقطع ترجع الكورة للدباء النجم الرياضي الساحلي اللقب غايب على النجم الساحلي منذ 2006 لما تويج على حساب الشيش المنكي مع نفس المدرن فوز البنزارتي عديد اللاعبين مشاهدين الكلام نتابعنا الوجوم لحلايا البريقي ما يعديش مع الخبير والمايسترو حسين الرائد الخليل بانجورا يخري كورتو لمحمد أمين بن عمر يعد بن عمر حفظنا كورتو بتغتية ميتالية نموذجية الكوراوين بعيدة لحفظ النقاس يسترجحها والتمس انتفاءات رهيبة مخيفة بين الفريقين بين رتم عالي جدا ونوكنايا للنجمة الساحلية عديد اللاعبين التاريخيين تقمسوا ألوان الفريقين مشتي تراوي شمس الدين الثوادي كانت يا تراوري مكرم كريدان إياب المساكني أحمد لعكايشي حسام المجاوي أيمن التفي والقائمة الطاويلة النجمة الساحلي خاتير على الكورات الثابتة قامت فارعة للزياد بغدس لعمار جبل لفرانكوم لمحمد أمين بن عمر في انتظار كورة ياسرية لمروان تاج إذن أمامنا مروان تاج النجمة السابق للمرعب التونسي تاج ليوز تعامل دفاعي غريب للتراجي في هذه الكورة الأخيرة لدياكو أكوستا البرازيلي بديل بغداد منجح إذن لقتها وحده أكوستا محمد أمين النفزي كان متأخر لهم موجود من مؤس بن شرفية على مدفع الأيمن محمد أمين النفزي بالنسبة للنجمة رياضي الساحلي مشاهدنا كرام المغادرون في هذا الموسم أربع لاعبين صوفيان موسى باتجاه بيترولو الروماني وقل باللقحة للمرعب التونسي ميكايلو لمستقبل المرسى ولسعد الجازيري للمستقبل الرياضي بالمرسى بعقد يمتد على ثلاثة سنوات القادمون هذا الموسم للنجمة رياضي الساحلي يهيب المساكني أهيثم بن سالم أمير العمراني والحارس محمد زياد جبالي القادم كذلك من مستقبل الرياضي بالمرسى إيضاً عمر جمل أمام الكرة الحاكم إيريك أرنو أوتوكو يطلب من عمر جمل الإسراء أكوستا يوجه أصبعه كوراتويلة باتجاه البرازيلي اللي يمتد على الكرة أمين أو لمباركي لفرانكام يمر أمام غايلان الشعلالي والتماس للنجمة رياضي الساحلي في ألفين وخمسة في توري المجموعتين التعادل من النجمة الساحلي صبر صفر والترجل ياتي تونسي واحد واحد في الألفين وستة انتصار للنجمة رياضي الساحلي دياب وقياب وذي كورة بانقورا مرتدنا وخطيرة فرانكام يصدد بجانب الحارس محاس بانش رفاية في ألفين وستة مشاهدين الكرام انتصار للنجمة رياضي الساحلي دياب وقياب واحد بلايش وثلاثة بواحد في الألفين وثمانية دور ثمني مكرر انتصار للنجمة هدفين لسفر والتعادل في تونس سفر لسفر وآخر مواجهة في الألفين واثناش في دوري المجموعتين هدف لسفر للترجي في تونس وهدفين لسفر للترجي في سوسة وتوقف أنذاك اللقاء أجري دقيقة قبل النهاية كورة من مؤسس بن شريفية للياس جلاسي لكن ينتظر النفذ في مباراة لا تتحمل الانتظار يعدي أكوستا كورة قصيرة حمزة الأحمر لفرانكو كام كام مرة أخرى يجرب عدو بكورة غير دقيقة بالمرة النجمة رياضي الساحلي توجى بيضا لقب ثلاث مرات خمسة وتسعين وتسعة وتسعين والفن وستعة الترجي توجى مرة وحيدة بهذه المنافسة سنة الف وتسعمائة وسبعة وتسعين يبقى الرقم القياسي عند النادي 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 بأربع ألقاب في هذه المسابقة لكأس الكون في ديرالية محمد أمين بن أمر عنده انذار ومن أنذر فقد أعضر والكورة بمخالفة في هذه الأوقات لغايلان الشعلالي من المفارقات وأنه مدرب النجمة رياضي الساحلي فوزي البنزارتي توجى مع النجمة رياضي الساحلي بكأس في تونس في تونس ممتازة ترجع الكورة للدراجي كل عيبين دراجي في منطقة النجمة الذي ساحلي اللي يتوقع دباع العالي بقيادة بغتاس وعمار جمل كورة مشعلالي لهاي ثم الشويني إياب المباركي ساميال إيديوك يحادي نيجيري بسرعة الكبيرة وذربة مرمع محاولة للنيجيري ساميال إيديوك لكن ضربة مرمع ليايمن البلبوني النجمة الرياضي ساحلي أضاف خمسة أسماء في القائمة الأفريقية أمير العمراني زياد الشبالي هايثم بن سالم إياب المساكني والبرازيلي دياغو أكاستا شوزي أنيجو المدرب الذي عاش في أحثان أولمبيك مارزيليا وفوز البنزارتي أكبر المدربين تاتويش إلى حد الآن قاريا في الكرة التونسية علي البريقي النبزي النبزي يلعب النار والتدخل للخليل بنقورا حمزة لحمر ما يحدش كورا اختيرها للنجمة الرياضي ساحلي فريق باليسار للمرة الثالثة في هذا المشوار النبزي ليس ثابت يمين دفاع التراشي اذا كان عدم الاستقرار على مستوى الرسيد البشري والمدرب من جانب التراجي فان الحياة هادئة مستقرة من جانب النجمة الرياضي ساحلي بتمديد عقد المدرب فوز البنزارتي وبتدائم الرسيد البشري اذا ليس جلاسي في كل مرة الا ويشكل خطورة بكل كورا اي جلاسي يرجع للوراء لحوصيل الريقت الريقت للوراء ليعقوبي علي المشاني عيثم الشويني امامه سياد بغتاس عيثم الشويني اللي في الحقيقة ما يحضرش بشعبية كبيرة عن جمهور التراجي لم نفهم لماذا لكن ايدو كانين يصور وجل يعد الحاكم يخلي مبدأ يتاحت الفرصة خلي البنجورا يتفوق عليه حوصيل الريقت 32 عام لكنه عمره 20 ماروين تيش حمزة الاحمر في حكس الوجوب علي البريقي على اليسار امامه محمد امين النفزي البريقي البريقي يوزع التدخل من المشاني والنجمة الرياضي ساحلي يضغط على دفاع التراجي يعد يكون الريعة حمد النقاس 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 يوزع البريقي في المتابعة والنفسي في التفاق في الرأس الياس جلاسي في الصراع جلاسي الراجد بعد 21 ادخل التنجي لم يتوصل الى العمق الدفاعي للنجمة الرياضي ساحلي الياس جلاسي ليس باللاعب المتخصص على الخط يعني لاعب وسط بيدان يكون رولي اير اكثر في الانتربال لكنه اليوم نجده نجده على الخط وبالتالي ربما ما يجدش كل المساحة هؤلاء هنا في هذه الزاوية في هذا المكان اللي سجلاسي يبدع تعدي الكون الى ايضاك ايضاك لقياب لنباركي لنباركي بيكون اقسرة ويعد والحكم يطلب المخالفة اللي هيقول لا هناك التموية من اياب لنباركي اياب لنباركي بعد تجربة في ايفيو بدأ في النادي النادي البنزارتي يلتحق بالدرج منذ موسمين هناك مخالفة هناك مخالفة واضحة كانت ما فياش كلام ضد حمد النجاز لكن الحكم الجابوني ايريك ارنو اوتوغون لم يتفتن اليها عيثم الشويني يعدي بيكون لغايلين لكن شوف شوف القوة الخليل بنقورا اللي يلعب طور دفاعي ممتز خليل بنقورا ورقة تكتيكية مهمة في حسابات فوزي البنزارتي قبل الاستقلال ستتش المباراة لحساب البطولة بين العملاقين الترجي والنجم سبع انتزالات للترجي خمسة انتزالات للنجم واربعة عدولات لكن بعد الاستقلال في الدوري مية وستاج المباراة اربعة واربعين انتزال للترجي ستة وتلاثين فوز للنجم النادي ساحلي وستة وتلاثين مباراة متعادلة الترجي سجل مية وواحدة وعشرين هدف والنجم سجل مية وتسعة هدف واذي كون اللي عليها البريقي مخالفة ضده عليها البريقي في اخر عشرة مباراة بين الفريقين اربعة انتزالات للترجي فوزان للنجم النادي ساحلي واربعة تاعة دولتر معز بنجربية فرانكا همزة الوصل والرابط بين الدباع والوجوب تعدي الكورة لعاكوستا عليها البريقي واستمتها كالعادة من حوزين الراجد في الحالة المدنية اثنين وثلاثين عام وفوق الميدان ثمانية وعشرين عام هذا هو حسين الفريق وليس الراجد حسين اللي يعطي في قوة رهيبة في افتكاك واسترجاع الكورة من جنب الترجي ماروان تاش امين النفذي حسين الراجد ابعاد الخطر مؤقتا تعود الكورة من غايلان شاكر رجعي امام الكورة وفرانك كون بالمخالبة المدرسة الفرنسية تواجه المدرسة التونسية في تحدي الكفاءات ولما نحكي على الكفاءات التدريبية التونسية هناك نجاحات لبعض المدربين على المستوى القاري ممثلين للمدرسة التدريبية التونسية الباري حقلنا وحيينا بقوة انجاز المدرب التونسي نصر الدين نابي المتوج مع فريقه السيليوبار الكونغولي بكأس الكوميديل العنية سنة 2012 اليوم كذلك نذكر بتألق سابق للمدرب سوفيان الحيدوسي الذي نجح في تأهل نادي الهيلان السوداني لأول مرة في تاريخه بنظام دور المجموعتين في دور أبطال أفريقيا كذلك هذا الموسم مدرب تونسي وحيد موجود في دور المجموعتين لكأس رابط الأبطال الأفريقية هو المدرب نابيلكوكي الذي يشرف على أحد عملاقية الكورة السودانية المريخ السوداني حفظ سعيد للمدرب نابيلكوكي وهذا توزاع وعمر عمار ممنوع المرور في هذا المشوار مدربان تونسيان فقط نال شرف النتويج بكأس رابط الأبطال الأفريقية فوز البنزارتي مع التاريجي سنة أربعة صين والنبيل معلول مع التاريجي سنة ألفين وحداش هذه الركنية للتاريجي مروان تاج وحوصين الراجد في حوار داخل الحوار وإيريك أرنو أوتوغو للمرة الثانية يتدخل بالأنظار الشفاعي طبعا الكابون يتكلم اللغة الفرنسية ليست هناك مشاكل لللاعبين إذن الكورة تعد مردد تصويب تصويب لكن بعيد من محمد علي يعقوب مشاكسة كوروية بين حوصين الراجد ومروينتج الحاكم إيريك أرنو أوتوغو يدور للمرة الثالثة هذه الاندفاعات المدنية بين اللاعبين شماهير التراجد تطلب البلبول من الزراف يرجع الكورة 27 خيق لاب التعادل صيد الموقف مخالفا النجمال الساحلي للخليل بنغورا عديدة هي الالتحامات شوف قوة الارتداد من إياب المباركي مع الخليل بنغورا نتابع الكورة في أبدا حمد النجمال يخليها لمروينتج اللي بشلع في عمق دفاع التراجي ويكل هذا جماهير التراجي تطلب تطلب يسرع اللعب الكورة مروينتج لحمد النجاز النجاز خطيرة والمخالفة هناك الرأي يبدو على حمد النجاز لكن منظومة وفحة في اللقطة وأنها تدرب عليها النجم رياضي الساحلي جوزي نوع من الغضب على التمركز الدفاعي للتراجي خليل بنفس الرسم التكتيكي 4-2-3-1 للمدربين أنيكو وفوزي البنزارتي ربما الأفضلية نظريا تكون النجمة النادي ساحلي بحكم امتلاكو عبر الأطراف للخليل بنقورا وعليه البريقي بينه مع التراجي يلعب باليأس الجلاسي اللي ليس متخصص باللعب على الخط والنيجيري ساميال إيدوك على اليسار النفسي يحصل الكرة مع البريقي البريقي لأكوستا يسترجع حسين الراكت شكل رقيعي على تول حارس مؤس بانش ربيع عليم الشاني محمد علي يعقوبي حسين الراكت يعقوبي مرة أخرى غير متسرع التراجي يريد أن يبني الهجمة انتلاقا من الدفاع صعوبة إيجاد الحلور في 30 متر الأخيرة اللي دفاع النجم التراجي عنده مشكلة في التنشيط الهجومي هناك مشكلة أكيدة ليس هناك المايسترو اللي يعطي الكرة للمواجم هايثم الجويني هذا عليك هايثم الجويني تقريبا في الشبع عزلة لا يشارك في أي لمس للكرة بحكم عجز التراجي على إصالة لا من الجلاسي على اليمين ولا إيدوك على اليسار ولا بدرجة أقل من ثلاثة وسط الميدان الياس جلاسي غير الشعل وشاكر أرجاعي شاكر ترجع للنجم المخالفة تغتية ممتازة من أكوستا تتوتر الأعصاب نوعا ما الآن وعلى الحكام الجابوني يريك أرنوغ تجو تحمل كامل المسؤوليات البرازيلي سينظر أكوستا بكل تأكيد دياغو أكوستا سينال العقاب الإداري مما لا شك فيه إيريك أرنو أوتوغو يرفع الورقة السفرة ويبحث عن البرازيلي رقم ثمانتاش هو بكل تأكيد سيناريو غريب سيناريو الآن بالورقة الحمراء إحمرت إحمرت في مجاعة كوستا منذ الدقيقة واحدة وثلاثين قرار إداري بأحمر اللون من إيريك أرنو أوتوغو بعد تدخل البرازيلي على حسين الراجد ذربة موجعة للنجمة رياضي السحلي لحسابات فوز البنزارتي منذ الدقيقة الحادي والثلاثين تاقم التحكيم الكابوني وهذا حوار معز بنشريفية والخليل بنقور رب يهدي الجميع يلزم التهديئة يلزم كل من قاعدين الفريقين يلعب دوره في هذه الأوقات ورقة عمرة للبرازيلي ومشادات بين اللعبين في أجواء نحن في غنم عنها يزين برب من هذه التركومات على مستوى النرفزة على مستوى الغرهان الكرة التونسية الآن ممثل بالأجواء الأفريقية وعلى كل طرف من الأطراف تحمل كامل المسؤولية إيريك أرنو أوتو يبعث بالبرازيلي في أول مباراة رسمية له تياغو أكوستا بالورقة الحمراء هذا هي عملية الدفع من البرازيلي على حسين الراكت واحتجاج عليها البريقي والحارس والكابتن أيمان البلبولي إذن نجم اليدساح لمشاهدنا كرام سيكمل المباراة بعشر لاعبين انتلاقا من الدقيقة الثالثة والثلاثين كيف سيتعامل المدرب فوز البنزارتي مع هذه الأوضاع عكيد سيلعب الآن بأربع أربع واحد بعد أن كان يتوقع بأربع اثنين ثلاثة واحد الخليل بانجورا سيتحول إلى مهاجم في عمق دفاع الترجي ليبقى محمد أمين بن أمر فرانك حمز الأحمر وحلي البريقي كرباعي وسط البيضان لفريق نجم رياضي ساحلي كورا الشعلاني عيثم الشواني على اليمين لياس جلاسي وأمين النمزي المخالفة عيثم الشواني في التسرب والتوغل وزياد بغتاس في الإعاقة والعرقلة كورتين ثلاث درج عشر دقائق بالليات شوط الأول مباراة فيها الكثير من الإسابات والتقطعات توتر واضح من جوزي أنيجو فرصة دهبية عند المدرب الفيرانسي باستغلال عامل التفاق العدد بيحتاج اللاعب ثلاث عشر جماير الترجي أكيد سعيدة بالورق الحمراء في وجه البرازيلي دياغو أكوستا تحكيم الرعدة من الحكم الكاموني إليك أرنو أوتوكو فاوسي البنزارتي على تقية الاحتياط يعادل الأوتار في هذا المشوار إذن وهذه الكرة الأخيرة الحكم يقول ضربة للمشوار يدي ساحلي غايلان كان آخر ما نحاول وضربة هذه هي أجواء الكلاسيكو بين الترشي والنجم الاثارة الخوف الشك الذنون والتحدي وكذلك الورقات السبراء والحمراء مخالفة ضد حمد النجاز للنجير الساميال اذاك شاكر الرقيعي يلعب معه للمشاني الوقت مر الترجي ليس بصالحه نتيجة التعادل بحكم تدينه لهذه المجموعة الاولى بدون نقاطه بينما النجمة هذه ساحلة التعادل يلعب مسارحه باربع نقاط حمزة الاحمر وصول لمروين تاج الخليل بنقوراو اللي اصبح رأس الحربة في نظام الاربع اربع واحد فرانك زياد بغتاس يتقدم قلب الدفاع حمد النقاس حمزة الاحمر في المتابعة والتماثل صالح النجم الرياضي ساحلي محمد امين بن امر فرانك امر التول يخسر على الكورة لكن يسترجع حمر وينتاج كورة بالتجاه حمزة الاحمر علي البريقي والكورة خارج الميدان غايلة نشعلها لي حسين الريقت شاكر الرقيعي الرقيعي على التول ليس جلاسي بالمتابعة لهذه الكورة لكن بعيد عليه عمر جمال في التصدي شاكر الرقيعي يوصل الكورة ليهب لنباركي لنباركي بدعم جماهير النجير يسمع الاداك مرة اخرى للرقيعي كورة تويلة مرقيعي يتصدر محمد امين بن امر والخليل بنقورا في انتظار كورة لفرانك امر فرانك امر يوصل كورة للبنقورا لكن الكماشة الترجية في الطريق يسترجعها غايلان غايلان كورة سريعة امكانيه جميل الترجي التصويف ارادة كورة غادرة من غايلان الشعناني لكنها لم تفاجأ الحارس ايمن البلبولي ايضا مشاهدينا كرام من اقترب من نهاية شوطن اول على بعد خمسة دقائق من النهاية والتعادل صلبي صبر لصبر بين الترجي والنجم في المرعب العلمبي بيراتس تويلة من البلبولي شاكل رقيعي عمر جمال بعيدة الكورة تقلص الاشعاع الهجومي للنجم النادي سحلي بحكم خروج البرازيلي اكوستا المخالفة لسلح غايلان هي المخالفة ضد فرانك قوي البني الكاميروني فرانك لكل من يتابع في هذه القمة التونسية في الاشوال الافريقية ما زلنا ننتظر الاهتف في هذه المجموعة الاولى لكأس الكونفيدرالية اكيد لو النجم النادي سحلي حافظ على التعادل او الانتصار فانه انتصار تكتيكي للمدرب فوزي البنزارتي على عكس المدرب جوزي انيقو الذي قد لا يستغل هذا التفوق العددي في حالة عدم فوز التهرجي ستطالع عدد الانتقادات بعد خسر اولا في الزويز ضد الاهلي بثلاثة اهدف لسفر عمار الجمال كورة ويلة لعلي البريقي تدخلي علي مشاني سامير ايداك شكل رقيعي لي بلين باركي مرة اخرى رقيعي يغير وجهة اللعب لي محمد علي العقوبي انيقو يطلب خراج الكورة بزرعة الى الامام حوسين الراقت شوف مشكلة التنجي كله ما يصل الى 30 متر الاخيرة هذه الكورة التويلة ايام بلين باركي سوطة مركز للنيجيني ايداك سعب امور التنغم مع ايام بلين باركي حوسين الراقت ليس جلاسي يعدي الارقاعي الارقاعي يوصلها لحوسين الراقت حوسين لمحمد امين النفزي الراقت مرة اخرى كورة دور مليح من جانب التناجي ارقاعي يوريد التصويم ارقاعي من جديد للنفزي النفزي لحوسين الراقت لكن مروان تاشف التسدي حالة محاولة من محمد امين بن عمر والتمس لصالح النجم رياضي السحلي عند العودة الى خربة الملابس اكيد للمدارة فوزي البنزرتي الف حكاية والمدرب جوزي انيغو الف ريواية فوزي البنزرتي كان قلب جدا للتوقيع للتراجي لكن باخر اللحظة قرر البقاء في النجم رياضي السحلي اريك ارنو اوتوغو قد ينظر مروان تاش يرجع الكورة حوسين الراقت ايثم الشويني مخالفة ضده لمروان تاش تتعدد المخالفات مروان تاش يشكل اصابة شود اول لم يرتقي في الحقيقة الى مستوى تتلعات عشق الكورة الجميلة كورة الدليل والجمال نتمنى في هذه السارة الرمضانية جوزي انيغو يعدل في الاوتار ويخوف كل الخوف من هذا المشوار كورة لعمار تردد من مؤس بالجرفية ساميال ايداك شاكل رقاعي للنيجيريا في الكورة الاخيرة يوصلها لقياب لنباركي اللي ذاعت علي الكورة بيروح العطاء من فرانكوم عليها البريقي العمار الجمال الكورة تويلاري محمد امين النبزي حمزة الاحمر في حواره مع محمد علي العقوب الياس جلاسي جلاسي يراوق مرة أولى جلاسي ينقاتل الياس جلاسي لكن يمسك كورة كثيرة ومخالفة ضده طبيعي جدا لابد للنياس جلاسي ان يلعب اللمسة الوحدة صحيح امكانياته الفنية مهولة ولكنه لابد ان يضع امكانياته الفردية في خدمة المنظومة الجماعية اذا كورة للبلبولي نهاية الوقت الاصلي والطبيعي مشاهدنا كرام ايريك ارنو اوضوغو يعطي الاضل بلاب الوقت بدل الضايع كورة من الخليل بانقورا يسترجع الترجيع غايلان اياب المباركي وضعت الكورة هنا هو مشكل التناغم وتجانس في تشكيلة ترجيع تعرف تغييرات بنصف الفريق من مباراة الاهلي لمباراة النجم هذه الليلة علي المشاني بانقورا يمر السرعة بانقورا يختف الكورة الخليل بانقورا يخرجها حمد النجاز في الضمهد حسين الراجد في كل مكان حمد النجاز مرة اخرى يعد يمر يوزع والخطورة او ماروان تيش اسرع منه محمد امين النفس خطورة مر عليها اتباع الترجي والنجم الرياضي سحلي بعشر اللاعبين يعدد في عارين الترجي ماروان تيش حذاري من الانذار مع ايريك ارنو اوتوغو ماروان تيش يلعب كورا معه علي البريكي البريكي والحكم يأتي ضربة الكنية لنجم الرياضي سحلي دقيقتين وعشرين ثانية في الوقت بدل الضايع والمبارات الى حد الهين بدون اهدف ايريك اوتوغو الركنية علي البريكي امامنا حكم يقول ضربة مخالفة لصرح علي البريكي الحكم يطلب من حسين الريق لتأخر تلعب الكرة بين حمزة الاحمر ومروان تيش والمخالفة تطمد مع النجم الرياضي سحلي يظن الحكم الجاموني ارنو اوتوغو يرقب الساحة وفي هذه اللحظة يعلن على نهاية الشوت الاول النجم في شوت ثاني اذا الان تنتلقى المبارات بقرار السافرة الكابونية هل سيستغل الترجية للتفوق العددي هل كالعادة فوز البنزارتي الداهية سيلعب وكأنه يلعب باحداشر لعب ضربة مرمال البلبولي يعني المجموعة اللي تضم كذلك الاهل المصري والملعب المالي مباراة ستلعب غدا في باماكو الخليل بنقورا بنظام الاربع اربع واحد مثل ما قلت ذلك في دقيقة العادية والثلاثين اصبح هو المواجم الصريح بعد اقصاء دياغو اكوستا التماس بتدخل ماروين تاش محمد علي العقوب محمد امين او ايب المباركي هذه الكرة الاخيرة يعني المشاني الان المباركي التماس للنجم جوزي انيقو يحتج على الحكم الكابوني يطالب بتميس للترجي ترجع كورا نتيجة التعادل اكيد تخدم مصالح النجم الاذي ساحلي في ظل النقص العددي والترجي مطالب بالانتصار النجم كذلك قادر حتى بحجر لاعبين بامكانياته البشرية بافكاره التدريبية لفوز البنزارتي وانه يعدي السعاب الكل مخالف للترجي التدخل من الكاميروني فرانك ساميل ايدو كالنجيري وضع بوضع بين فرانك ومحمد امين بنعمر كورا ثابت للترجي الايس جلاسي امام الكورا جلاسي يوزع زياد بغتاس في التغتية مسيرة الكورا بحوزة الترجي النفزي تصل للكورا يراوخ النفزي يدخل من تقل الجزاء يسادل بجرب الحارس البلبولي محمد امين النفزي مر في دفاع النجم وهي سريع ليس بيمكنها مغلطة الحارس المخضر من ايمن البلبولي اكيد المدار فوزي المنزر عند ورقة كبيرة على دكت الاحتياط يوسف المويبي قادر على خلب المعطيات اثناء رضاية المبارك كونت مروينتش الخليل بانجورا والحكم والحكم يأتي بخالف قرار سليم من القاضي الكابوني اريك ارنو اوتوكو محمد علي العقوب وعلي المشاني صعوبة احتواء المارد الخليل بانجورا حمزة الاحمر اللي مر بايام كبيرة انتعاشها كبيرة في التدريبات اعتقدت فوزي البنزر دي فكرة كبيرة على مستويض اللعب الرأى حمزة الاحمر يتقدم للتوزيع الاحمر يوسع جوال 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 فعلا عمر فعلا عمر وحش على النار عمر عمر في هذا المشوار يتحدى كل الجميع في الاختبار عمر الجمل الجمل بمحمل كورة ثابية من حمزة الاحمر ورأسية ماسية من عمر تغالة العارس برشرفية وتأتي اسبقية للنجمة الساحلية الترشي وعين الاثرار داخل الديار والنجمة الساحلية بهذه الأوقات الكنوية نار 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 يا حبيبي نار بعشرة لاعبين فوزر بن سارتي والنجمة الرياضي الساحلية بعض العرين عمار جا والرحمة لا هدف الاسبقية للنجمة الرياضي الساحلية الترشي الان يلعب سباق ضد الصرحة امام النجمة الرياضي الساحلية مخالفة لصالح احتفاء النجم ضد امين النفسي اللي كان في حواره الاخير ماما وانتج كورة رأسية يا سلام رايعة من عمار جمل قلب الدفاع برأسية الابتاع سيناريو اول في المبارات خمسة دقائق بعد البداية بداية نارية للكتيبة الساحلية اي من البلبول طبعا يكلم العكام على اللايزر يقول وانه متوجه الى عيني لكن الحكم ايريك ارنو يطال بلاب الكورة اذا مشاهدي لكنا منعرج اول في المبارات بتوقيع لنجم النادي الساحلي عبر عمار الجمل فرانك محمد امين بنامر علي البريقي من جديد لفرانك فرانك السنتينيل فرانك نجم النجوم فالنجم النادي الساحلي الياس الشلاسي لحد الان مع تناش مثل ما فعله في البداية كل شمايير الكورة تطالب نجوم الكورة من جانب الترشي الياس الشلاسي وهيثم شويني من جانب النجم اليادي الساحلي حمزة الاحمر متالبة شماييرية بابداعات بلمسات فنية كوروية استماتة كالعادة هذه المرة حمزة الاحمر شمايير الترشي رغم التخلف في النتيجة تدعم وتدفع في الفريق لكن النجم الاساحلي فريق منظم بعشر لاعبين الاحات الان نجح في الادع الكورة تعدي فوزي المنزرتي ربما يفكر في امير العمراني احدى الورقات البرزة في حسابات فوزي كورة في ظهر مروان تاش ينفت نلع مروان حمزة الاحمر في موقع قلب الدفاع ومروان تاش يكسب التمس قلنا المدار فوزي بنزرتي ربما يفكر في امير العمراني اللي عنده السرعة نفاذة اللعب السابق للمستقبل ياغي بالمرسا لقواه في الكامسا ولعب كذلك في النجم هذا المدار بداية بعشر لاعبين يعرف من اين تؤكل الكتف سيفوزي القدير والخبير مانويل تاش امكانيات بدنية وعمر فعل خارج الديار في اصعب مشوار بعشر لاعبين الحكم اريك اوتيكو يدون اجواء شماهيرية في مدرجات المرحب الولمبي بيراتس اذا استرجاع الكورة من مرحب امتش امين بن امر زياد بوغتاس او او امير العمراني امامنا يعدي الخليل من قراء ولكن يتفوق عليه شاكل رقيعي التماز يرجع التلاج كل لحظة تمر بحساب وحق بيتا كل لحظة تمر دسعة جمال المجم وتقصي جماهير التراجي في ظل هذه النتيجة الوقتية محمد امين النبزي فرانكا الحكم يطلب بالمكان النازم للكرة جوزي جوزي زمن المحنة جاء بسرعة بهزيمة ثانية وقتية الى حد الآن حمد 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 النقاز يخرج كون البر المدفع التاير من ابرز الاظهرة في القرية الهجوم تقطع الكرة الان من الخليل بانجورا فرانكا امين بن عمر مخالفة للنجمة هذه سحلة اللي الآن وقتيا مبدئيا في رسيد نصف نقاط انتساران في مبارتين كون الامير العمراني العمراني على نسار ماروين تاش تاش من جديد الامير لاميراني ما يتعدج مع محمد علي العقوب يعكس الوجوب التنجي عيثم الجويني الجويني الحكم اريك اوتو يأتي مخالبة محمد علي العقوب اخر انتباعات كانت مع فرانك جوم والمخالبة للتنجي في 11 دقيقة لعب وضع من الشرط الثاني ليعقوب اللي كان في شبيب تقيروان ومر على النادي الأفريقي قبل الالتحاق بالتنجي كون ثابتا للتنجي مرة أخرى ايام لنباركي ليس شلاسي حسين الراكت الراكت بيكون ممتازة هيثم الشويني الحكام يطلب اللعب كون من حمد نجي والتمس ترجع ليهب المباركي ليس جلاسي محمد البلبولي ثاءت كون التعادل على التنجي عبرز فرصة على الاطلاق للتنجي منذ بضاية المبارك هذه عملية تحتكاك حمد النجاس بيئة مشويني لكن الحكام قريب شدًا من موقع العملية ايريك ارنو اودوغو وهذه التصويب على القعم الايسر كون كانت قوية من ادريس لمحيرسي ادريس لمحيرسي سجل حضوره منذ البداية بعد دخوله مبارك الآن يتحس المستويها في الاداء الفرص اصبحت واضحة نية هجومية موجودة نذكر وانه النجم الازي سيعلي يلعب بعشر لاعبين منذ تخيق واحد وثلاثين باقصاء للبرازيلي تياغو اكوستا كورة لفرانك مخالفة للناس الشلاسي زياد بغتاس يعطي كورة ممتازة يعد علي البريقي علي البريقي يوز كورة اخرى خطيرة بالرأس مرت بسلام على المعاس بالرأس بلش بلش ربيع مجود يذكر ما يشكر من علي البريقي حيرة جوسي انيقو على العب الحكم يقول محمد امين بن عمر الخليل بنقورا بنقورا يعد يمشي والتدخل باللحظة الاخيرة من نحل المشعني يرجع من وجه بحصيل الراكد الراكد كورة بالتجاه دريس لمحيرسي لمحيرسي ادريس كورة بالتجاه لزياد بغتاس يسترجح الترجي حكم متل بالله بعد الكورة حمد النقاس والتمعس للنجمة الرادي سحلي جليل الجد وفوز البنزارتي على تاكد الاحتياط واجواج شماهيرية كبيرة في المترجات امامنا صورة معبرى لجماهير الترجي الشماريخ تسجل حضورها بحضور امني كذلك مكثب فوز البنزارتي الهدوء الذي يسبق العاسفة ربما فوزي الذي يعاني من النقص العدل بعد خروج واقساع البرازيلي اكوستا اذا اذا يستحنف اللعب حضرت المشاهدين في المنعب الأولمبي مرادس خلاص تقلعب النجم الذي ساحلي متفوق على التراجي من هدف لصبر هدف قلب الدفاع عمار جمل في شباك مؤذبة شريفايا ياس جلاسي لليامين النفزي النفزي على طول ليدريس لمحرزي لمحرزي يوسع والمتابعة من نياب المباركي المباركي كورا للنقاز دخول دريس لمحرزي اعطى الحلول للتراجي وذكورا لشاكر الرقيعي يلعوخ يوزع والبالبولي على التسويب على التسويب الصاروخية من حسين الراجد والبالبولي المتحدة تار 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 البالبولي في هذا المشوار الآن نستمتع مشاهدنا كرام بأداء للعمل قاين كأحصن ما يكون على مرتين البالبولي شوط ثاني شكل ثاني بين الفريقين إلى حد دقيقة ثلاثة سلطين زادها جمال طبعا هذا المد الجماعيري لالا تار تار تجي شاكر الرقيعي عمر جمل زاد بوغتاس روح رياضية عالية هذا ما نتمنى بين لاعب الكورة التونسية هذه عضل يضف عمر جمل على دف الوحيد في المباراة بداية صعبة على المدرب الفيرنزي جوزي آنيغو خسارة في السويس ضد الأغلي تلاثة بلاش والآن في رادس أمام النجمة الاذي ساحلي المدرب فاوز البنزارتي يلعب ورقة تايمان ترابلزي في وسط الميدان تحسب عن خروج حمدين ناكاس بانتقال عليها البريكي إلى اللاجئة اليمنى للدفاع والدخول لأي من الترابلزي تلاثة عشرين عام أكيد في حالة مغادرة حمدين ناكاس عليها البريكي يسمح هو المدافع الأيمن وأيمن الترابلزي تعزيز لوسط الميدان ترجع كورا من البريكي طويلة من عمار لإياب لمباركي عقل من خمسة وعشرين دقيقة لنيتر مبارات أسبقية ذهبية للنجمة الساحية حسين محمد أمين النبزي أول ياس جلاسي أمامنا جلاسي لكن كرة صالة لعمر جمل التغييرات متواصلة الآن بحسابات المترعبين إذن دخول لأيمن ترابلزي في مكان حمد النجاز جلاسي طويلة من شكل رقيعي التماثر جان التراجي اللي يخوت في السباق ضد الزمن لمباركي تقتالوا الكرة أمير العمراني خليل بانكورا المخالفة ضد إياب لمباركي فوزي البنزارتي يخرج من مكانه يعطي تعليماته إدريس لمحيرسي تماثل تراجي حسين الراكت حسين إدريس لمحيرسي شاكر الرقيعي إدريس لمحيرسي عيثم الشويني كورا للنباركي المباركي أول بالبولي عطوقة الكورا التونسي الصغير ينقذ الموقف الآن التلج يتحرك زياد بوغتاس وعمار جبال بالمتابعة لفرانكم توصل الكورا لعيسان تيش حسين الراكت حسين الراكت هناك إصابة لمروين تيش الحكامة باللعب والتصويم التصويم من إدريس لمحيرسي كان من المفترض وأنه الكورا تخرج لأنه بما إصابة اللي حساب تيش أثناء اللعب لم يتفتن لها الحكام إيريك أرنو أوتوغو الحكام الكابوني يملك من الشخصية شاء الكثير هذا هو التدخل الأخير لإدريس لمحيرسي على عيسان تيش عفوا ماروين تيش عيسان تيش هو الشقيق ماروين تيش والتصويم الأخيرة من إدريس لمحيرسي خارج الميدان توصية شكل الكاعي لإدريس لمحيرسي جوزي آنيغو حواره مع الحكم الرابع بيرانجي أنستراكا شماعير التراجي متعدد شريعة فالتعادل والنجم الرياضي السحلي بعشر لاعبين منذ الدقيقة واحدة وثلاثين ثابت في دفاعه مستقر في أداءه مع الدهية فوزي البنزارتي ماروين تيش جعود الآن سبعين دقيقة لها مشاهدنا الكرام أسبقية ساحلية في هذه الصهر الرمضانية أمام الدراجي أيمن الترابلسي اللي هو ابقى مدفع أيمن في مكان عمد النجاز وعليه البريقي ابقى كذلك في سطر بيدان على اليسار كرة لبنمر بنمر للبريقي عليها بانقورا أيمن الترابلسي من جديد عليها البريقي البانقورا أيمن الترابلسي مثلث النجم نادي ساحلي الخليل بانقورا يوزع التدخل من محمد علي العقوب والعمراني يختف الكرة لكن بعيدة يعقوب بصراحة إلى حد الآن بتاقة أعجيب للمدارة فوز البنزرتي في الإخراج وللاعبين نجم في التنفيذ بما أنه بعجرة لاعبين لم يقدر الترجع لفك رمز شفرة الدباع الساحلية هذا التوزيع والقراع الرائعة من البلبولي التايمينج ومع أدراك ما التايمينج التقدير الزمني مهم في عقلية اللاعبين حسابات بالمليمتر يا حبيبي بالمليمتر العمراني مع العقوب إياب المباركي بالرأس المخالفة للدباع النجم ضد إيداك النيجيري اليوم خارج النص لم نشاهد أي اختراق يذكر من جانب ساميان إيداك نقطة استفهم كبيرة في وجه النيجيري على عكس الخليل بنقورا اللي أبهرنا بسرعة بحس التكتيكي فرانك كوم بالورقة السابرة فرانك كوم ينالي الورقة السابرة النجم الرياضي السعلي على بعد 18 دقيقة من العودة بثلاث نقاط غالية في حسابات هذه الجولة الثانية عن المجموعة الأولى يعقوبي ليس جلاسي تعطي الكورة الرقائية على طول المباركي البحث عن العمق كرة لإيداك ساميال إيداك يخسرها الكورة يعد ترابلس كرة لأمير العمراني والمخالفة لمهاجم النجم الناضي السعلي باحتجاج كبير من محمد علي يعقوبي إذن كرة ثابتها للنجم زياد بغتاس بنغورا مخالفة ضده ترجع بسرعة يحقوبي نفزي يغير بنجاح لإيداك ناجير يدخل ما تحت الجزاء يوزع النفزي في الشباك والكورة خارج الميدان هذا هو السيناريو الغريب كورة ناجيرية خطيرة وقوية ولكن ولكن التغطية من عمر عمر في آخر المشوار أمام محمد مين النبزي هجمة هجمة رهيبة من التراج مرات بسلام على دباع النجم رياضي ساحلي في 74 خيق لعب فرانك ترجع ترجع لأمير العمراني آي من الترابلز متابع من عليا لبريكي علي المشاني شاكر الكيعي كورة صعبة للنيجيري وكذلك موقف متصل من سمع ليدك اللي في نظام الأربعة اثنين ثلاثة واحد يلعب على يسار الهجوم عمق الهجوم لهيثم الجويني مخالفة كورة ثبت التنجي بعد مجهود من ايام لنبارك امام فرانك كوم اللي عنده ورقة صفرة اذا مشاهدنا الكرام الترشي يلعب الكل في الكل والنجم الرياضي الساحلي في حالة استعداد لحكس الهجوم شاكر الكيعي فانتظار قرار قاضي المباراة مروين تيج يسقط على الميدان كلاسيكو شفنا فيه كل جاي شوت ثاني ابثل بكثير من الشوت الاول على مستوى الاداء نقاشات متولة بين اللاعبين زياد بغتاس ادريس المحيرزي البلبولي هدى في لاعبه يلعب دور الكابتن والقائد في انتظار اسعاف المدابل ايسر مروين تيج اذا شاكر رقيعي يلعب كرة طويلة غدارة كرة لولا بيا غدارة من رقيعي لو يتقلق البلبولي ركني للتراجي ركني عن التراجي في ثمانية سبعين تخيق لعب من رأس والبلبولي مرة اخرى امام النبز يحكس الوجوه من اجمال يسحلي والخليل بنكورا يمر للسرعة القصوى ولكن متابعوا اياب لمباركي ترجع كرة وعلي وعليا لبريقي في مصند لمروين تيش التراجي يضغط حالين ابعاد الكرة من ايمان الترابلزي كل يبيع لاجمالات الساحلي في منات حلمة التفاعية جلال الجدي بالتعليمات وعلى تقية الاحتيات مرة هو ومرة فاوز البنزارتي دريسلم حيرزي يوسع لمباركي بكورا لمن يغني لمباركي وزور متأخرة هيتم الشويني عفوا وزور متأخرة لأيدوك الجماهير دائما غادمة على اياب على هيتم الشويني من اسابيع طويلة حيرة واضحة غذب بدأ يطلع يسعد من جماهير الترجي حيث مجويني لحد الآن لم ينفجر امكانياته الفنية والبدرية والتكتيكية عالية جدا لكنه عنده مشكل نفسي عنده مشكل ذاني ما زال مخرج منه يعني ترجع كورا من العمراني للترجي عشرة دقائق لنهاية المبارات حسين الريغل للمباركي كورا مرتدنا للنيجيري الساميال يدعوك اللي اختفع كورا يدخل مطقت الجزاء يحول المرور يوز وفاعة وفاعة للترجي يعكس نجوم على الفريقي لليسار مروان تاج تعرك اليمير العمراني مروان تاج التماث للترجي اهدار للفرس من جنب الترجي بطريقة غريبة لنباركي دائما محاولات الترجي على طول في كل الاماكن بايدة الكورا خارج الميدان على النفزي وسيم النغموشي اخر من وسع الكورا او امامنا بقسم قميس ونقمة ناش متوسط الميدان الاسماء الجديدة في الترجي اذا يغادر مروان تاج في الدقيقة واحدة واثمانين يغادر مروان تاج بعد اداء بطولي اداء بدني كبير والمدرب بوز البنزارتي يخير ادخال ايهاب المساكني الان احد الاسماء الجديدة في تشكيلة النجم الان ساحلي واللاعب السابق للترجي ايهاب لمساكني مريد مريد المحرسي يدخل ويوزع وإخراج الكرة في النهاية إبعادها من طرف النجم رياضي ساحلي من إيهب المساكني فرانك أو بانقورا بانقورا لإيهب المساكني إيهب المساكني يبقى التماس للنجم رياضي ساحلي أقل من ثمان دقائق لنهيط الوقت الأصلي والطبيعي نذكر بنتجة هدف الصفر للنجم رياضي ساحلي مضمي نيت الشوت الثاني برأسية دابية لعمار جمل علي المشاني لمحمد علي العقوبي لليومين الكرة ندريس لمحيرزي يمر لمحيرزي والمخالفة والورقة الصفراء الورقة الصفراء لأمير العمراني إذن كرة ثلاثة رجي في دقيقة 84 صمود دفاعي لنجم رياضي ساحلي النجم رياضي ساحلي بحجرة لاعبين منذ دقيقة 31 بالورقة الحامرة للبرازيلية ديكو عاكوستا تشاكل رقيعي رقيعي واسع لمباركي على هايثم الشويني هايثم الشويني بالرأس فرحة ومتا متجن الجماعير التراجي حاليا أوقات صعبة يمر بها التراجي بخسارة ثانية مدى تالية بعد خسارة السويس ضد الأهل يتلذب الهش إيريك أوتوغو يعطي ورقة صفران البلبوني لإذاة الوقت فوز البنزرتي بهدوء بريتاني إتابع نهاية المباراة خمسة دقائق للنهاية والتراجي إلا حد الأن في مبارتين لم يسجل أي هدف عقم هجومي واضح ترابلسي كام عكسية يعدي بها هايثم الشويني هايثم الشويني يعدي يمشي لليامين تريسلم حيرسي يساعدت والبلبولي رايعة من البلبولي تصدي الكبار للكابتن البلبولي قوة التسويق من دريسلم حيرسي وحسن التصدي لأيمن البلبولي ترابلسي كورا للإعقوبي حسين الراجد حسين نغموشي إمكانية التسويق كورا رايعة والبلبولي من أخرى البلبولي أمام هايثم الشويني ضيع فرص غريبة هايثم الشويني طبعا ضيع فرص كبيرة والبلبولي والبلبولي من جهة أخرى رايعة في تصدياته حارس كل الحراس علي المشياني بداية بها زيمة مع التلاجي في الأجواء الإفريقية أمير العمراني يشكل إصابة قوة الحراسة لا من الاسم البلبولي وجهة لي وجهة مع البلبولي تاختيار رايعة من حارس النجمة السيحلي والمتخاب التونسي حينة جوزي آنيكو ترجي اليوم بدون حلول مشاكل على المستوى الوجومي على مستوى بناء الأجمع النجمة رياضي السيحلي أفضل تنظيميا من التلاجي الدليل أنه حتى بعشر لاعبين أدى يا فوز البنزارتي تسرف كأحصل ما يكون وهدف عمر من أجمل ما يكون والنجمة رياضي سيحلي في طريقه لانتصار ثاني متتالي بفرق ست نقاط على التلاجي بداية كارثية للتلاجي بهذه الأجواء الإفريقية آيمن التلابلسي ترجع له الكرة يعد على طول للمؤس بجرفية بسرعة لمحمد دليل يعقوبي أقل من دقيقة طايل للنهاية نهاية نهاية دراماتيكية على التراجي واسم النغموشي يهيب للمباركي للمباركي لدرس لمحيرسي ترجع له لمحيرسي يعدي داخل منطقة الجزاء لمحيرسي يحاول التمات لكن وين وين الكرة أمير العمراني يرجع ليواجباته الدفاعية تكتل دفاعي للاعبين نجم نهاية دي ساعلي مع آخر المباراة الطبيعية للمحافظة على النتيجة يعقوبي يعقوبي سدد من بعيد خارج الميدان حالة من اليأس ربما عند اللعب يعقوبي توخت تسويب من بعيد التراجي بهذه الخسارة أكيد شبه أزمة زياد بوغتاس يطلب من الحكام الخروج الآن إذن لحظات وينتهي الوقت الأصلي والطبيعي العيون لفوز البنزارتي تراقب في السابورة الإلكترونية والآن يلتفت للميدان جوزي أنيغو يعرف وأن هذه المباراة قد تدخل الفريق في شبه أزمة نتائج بعد خسارتين متتاليتين في الأجوان الأفريقية العمراني يتحرك يبقى تميس للنجم رياضي سيحلي دخلنا الوقت بدل الضايع عيمن الترابلسي حسين الريكت تشوف يعني بصراحة حب الانتصار الكرينتا والروح أكثر من جانب النجم النادي سيحلي لاعبين النجم النادي سيحلي لاعبه اليوم كما فريق الكوموندوس يعني بدون رحمة أن المهمة هي العودة بثلاث نقاط بتكاليف غالية بعشر لاعبين والحكم إيريك أدوغو يخلي مبدأ يتحد الفرصة وقد يعود على الخليل بنغورا بالفعل يمشي لتواجه للخليل بنغورا ويعطيه ورقة سفر أمين النفذي يشكل إصابة دخلنا دقيقة ثانية في وقت عمر بدل ضايع ترجمة نانسي قنقر